من فترة كنا عملنا كورس تعليمي رسمي كاريكاتير من الصفر مع اسلوب ودلوقتي الحمد لله بقى متاح على موقع اكاديمية اسلوب بتقدر تشترك فيه بس نصيحة تشترك فيه مش عشان تبقى مشترك وخلاص تشترك فيه يعني تشغل ايدك معه علشان تقدر تستفد كويس دي لها علاقة بالكلام اللي هنتكلمه النهار دي قاعد انت كده عندك مذاكرة وعملت تدور في الفيديوهات على اليوتيوب ازاي اذاكر او عندك شغل وازاي اشتغل ازاي حقق ربح من مش عارف ايه ازاي اطور مهاراتي في كذا ازاي اعمل كذا ازاي احب كذا ازاي حياتي تبقى احسن وهكذا فبيقع قدامك بقى طبعا الفيديوهات ذات المحتوى الهادف اللي انت طبعا بتحبه علشان انت راجل محترم وبتحب المحتوى الهادف وما بتضيعش وقتك قدام اي فيديوهات بس في مشكلة ان انت بتتفرج على الفيديوهات كتير جدا بتخرج من فيديو يخلص تبدأ في اللي بعده عندك مجمع كبيرة جدا من اليوتيوبرز اللي انت بتحب تسمع لتجربهم وخبراتهم في الحياة تحب دايما تسمع ازاي دا ساب شغله وبقى احسن واحد في الحياة وازاي دا ساب التقليه واشتغل في مش عارف ايه فبقى احسن واحد على وجه الارض الكلام دا كله دايما انت بتجري وراء المقولات اللي هتغير حياتي دايما انت بتجري وراء البسطات اللي هي فيها حكم وفيها تجارب حلوة جدا وهتغير حياتك والكلام ده كله بصوا ما فيش مقولات هتغير حياتك لكن في مقولات تنفيذها هيغير حياتك وحط تحت كلمة تنفيذها ألف خط ولو طرفت حط ألفين خط بأكواس جدا أصلي لو المقولة لوحدها كده بتغير حياتك كان زمانك حاجة تاني خالص من زمان كم مرة سمعت جملة حكمة عجبتك ولما سيتك أو بصت بيتكلم عن إزاي تكون أحسن فما كان منك إلا مصمصة الشفيف والتنهيدة التي تدل على عمك الرسالة طبعا أنا مش بشاكك في المقولات ولا بشاكك في اللي بنقلك المقولات دي لأن الفايصل ببساطة علشان تبقى المقولات دي نافعة ولها تأثير إجابة عليك هو تنفيذك انت كون إن حد مر التجربة وصغالك بشكل مختصر في مقولة من سطر ولا سطرين فيشكر على كده جدا حد تاني شاف المقولة دي وكرر إن ينقلها لك علشان يعرفك بيها فيشكر على كده برضو لكن الباقي بقى عليك إيه نظامك بقى؟ نا أنت عرفت أنت عرفت أن الصحيان بدري فيه مش عرف كم فايدة إيه الأخبار؟ ماشي عرفت وبعدين التغيير اللي هيحصل في حياتك مش مجرد إنك ما كنتش تعرف الحكمة دي وبعدين بقيت تعرفها التغيير مش هنا لأ التغيير في تصرفاتك إنت فيه عيب معين كنت بتعمله وتغيرته ما بقيتش تعمله لما عرفت أضراره مهما كانت عظمة الحكمة اللي بتسمعها من غير تنفيذك إنت ولا حاجة يعني أنا شايف إن التنمية البشرية كلام فارغ بس كلام فارغ مش علشان كلامها غلط لكن علشان كلامها الصح من حكم وجمل تحفيزية وأفكار إيجابية وتجارب الآخرين اللي كلنا لازم نكون استفادنا منها هو كلام فارغ من التنفيذ مجرد كلام بقى مجرد كلام بس أول ما بدأت فكرة التنمية البشرية والمحاضرات وغير حياتك وهو كلام حلو جدا كلنا تحمسنا له وكلنا بقينا نسمعه باهتمام وكلنا بقينا نتبادل المحاضرات اللي بدأت تطلع وبدأ في الفترة اللي بدأت تظهر فيها المقولات دي والكلام ده وبقيت كلام ده كلام حلو جدا لكن لما فضل كلام مجرد كلام فقط إمته وبقى فارغ فعلا كم هائل من الشباب بقى ياخد دورات في التنمية البشرية مش علشان يغير حياته لا علشان يبقى مدرب تنمية البشرية علشان يبقى صورة من الراجل اللي قدامه بوقفته بفرد الظهره بالبدلة اللي لابسها بالشكل اللي عامله كلهم علشان يبقوا كده تخيل اللي بيتمرنوا كرة قدم مثلا بيتمرنوا مش علشان يبقوا لعيبة بيتمرنوا علشان يبقوا مدربين يعني كل اللي بيتمرنوا كرة قدم من أطفال وشباب وكله كل ده بيتمرن علشان يبقى مدرب وبدأوا ينشروا النظريات بقى ويطلعوا النظريات بس مجرد ما قولات زي مثلا علشان تباص الكرة مظبوط لزميلك لازم تباصيها ببطن القدم لو فضلت جملة كده بين قصين كده عبارة عن جملة ومعلومة بنتنقلها بس من غير ما حد يشغل رجله حد ينفزها في الملعب يبقى ملاش اي قيمة مش عايب ان انت تدور على حاجة بتقولك ازاي تعمل بس العايب ان انت ما تعملش بعد ما تعرف ازاي تعمل زي كان فيه زي نقطة كده عن الاشتراك في الجم كنت قررتها كده في بوسته على الفيسبوك واحد بيقول انا بقى لي كم شهر بدفع اشتراك الجم ومش حاسس بقى اي فرق فالتاني بيرد عليه ويقول له ليه انت بتروح كم مرة في الاسبوع فبيقول له ايه ده وانا لازم اروح انا عرف حد كان بيتعلم الرسم عنده فيديوهات كتير جدا ومشترك في كورسات كتير جدا وتفتح المبالب بتاعه تلاقيه قبلي كشنات كتير جدا انا ما عرفش عنها حاجة ازاي ترسم كزا مبادئ الرسم كزا مش عارف ايه الكلام ده كله وهو ما بيعرفش حتى يرسم مربع بييده كده ليه لانه عما ليه يجمع داتا يجمع داتا يجمع داتا بس من غير تنفيذ كل ده طبعا ولا لو ايه تلاتين لازمة لو عاوز حياتك تبقى احسن فعلا وعاوز حياتك تتغير بجد انزل من المدرجات ما تكتفيش بدور الجمهور اللي بيسقف او الهتيف النظريات حولها الفعل الجملة مهما كانت جميلة ومهما كان فيها سجع وجناس وكل الوان البلاغة فيها من غير تنفيذ ما لهاش اي لازمة في حياتك فعلا